أهلا بكم العنف الأسري الياسية ما تجاه المرأة من القضايا الاجتماعية الجدلية التي تثير الرأي العام والعديد من الجهات المختصة تسعى لتثقيف وحماية المجتمع من تفاقم هكذا قضايا فماذا يحدث عادة بعد العنف ضد المرأة وما هي الخطوات التي يمكن اتباعها في حال كانت هناك رغبة وجهود لإعادة الود وإصلاح العلاقة للمزيد ينضم إلينا من جدة دكتور خالد سندي استشاري وساري صباح كلاب الخير صباح الخير يا أستاذ خالد صباح النور مرحبا أستاذ خالد خليني أسألك يعني هل للمجموعة حيا كلا هل من الممكن إصلاح ما كسر في العلاقة بين الزوجين باعتبار أن النية الصافية من الممكن أن تصلح ما حدث خاصة إذا كان هناك عنف في المسألة وليس افتراق برضى الطرفين طيب هو عادل لا شيء يبرر العنف سواء ضد المرأة ضد الطفل ضد الرجل لا شيء يبرر العنف ولكن في الفاميلي الثرابي أو في العلاج الأسري نحن نفرق بين نوعين من العنف في عنف يأتي عرضي كيف عرضي كانوا الاثنين بيتكلموا بيناتهم حوار فجأة الحوار احتد زادت الحدة بيناتهم وصل إلى عنف هذا اسمه عنف عرضي لم يكن مقصودا ولكن وصل إلى عنف في عنف آخر في الحياة الزوجية يكون ممنهج هذا الأخطر هذا يبدأ مع بداية الزواج يعني الشخصيات السايكوباتية تبدأ علاقة العنف من أول يوم تبدأ بصورة متدرجة إلى أن تصل إلى مبتغاها في التسيطر في السيطرة والتحكم في الآخر هذا العنف عنف مرضي إذا بنتكلم على العنف العرضي اللي هو يأتي نتاج الصراع اتنين زي ما قلنا كانوا بيتكلموا اشتدت بيناتهم الصراعات إلى أن وصل إلى عنف هل يمكن ترميم العلاقة بعده؟ نعم يمكن الحمد لله اليوم سرنا نعرف أنه أي شيء ينكسر ممكن نرجع نعيد إصهاره إذابته مرة تانية ونساوي شيء أجمل وأفضل مما كان فيمكن ذلك ولكن يحتاج خطوات عملية خطوات ممنهجة من الطرفين عشان تجاوز ما حدث طيب يعني سيد خالد الآن زي ما ذكرنا العنف مرفوض بكل الأنواع لكن لو حصل واضطرت الزوجين لإعادة زي ما ذكرت صهر العلاقة من جديد كيف تستعيد المرأة الثقة بهذا الرجل اللي يوما ما رفع إيده عليها؟ كيف تقدر ترجع تستعيد الثقة؟ صراحة السؤال رائع بس محي لي ما أغير كلمة الثقة لأن ما يفقد بعد عملية العنف ليس الثقة ولكن الأمان المرأة تبدأ تشعر أن هذا الشريك أن هذا الزوج أن هذا الإنسان لم يعود هو مصدر للأمان في حياتها بالعكس هو سار مصدر لعدم الأمان هو سار مصدر للخوف هو سار مصدر للرعب هو سار مصدر للإهانة سار مصدر للألم الجسدي والنفسي بالتالي ما تفقده الأنثى أو ما يفقده الشريك في العلاقة دي بيناتهم هو موضوع الأمان إلى الشريك الأمان في العلاقة الزوجية كيف ممكن إعادة هذا الأمان الحقيقة فيه أربع خطوات أساسية لابد أن يتعاون فيها الشركين أول شيء لابد أن يعتذر من قام بالعنف لابد أن يعتذر والاعتذار هنا مو أنا آسف كلمة آسف ما تكفي لابد أن يكون الاعتذار حقيقي جوهري أصلي في ثلاثة نقاط يعتذر عن الألم الذي تسبب فيه إلى الآخر جسديا يعتذر عن الألم النفسي الذي يسبب للشريك ويعتذر عن الإساءة إلى العلاقة الزوجية ما يكفي بس ما علي سامحيني أنا ضربتك لابد أن يكون أنا آسف أني وصلت علاقتنا لهذا المستوى من التدني لابد أن تشعر الشريك أن الشريك فعلا نادم على ما حصل وأن ما حصل كان خطأ حتى هو ماه راضي عنه فالاعتذار والاعتذار الجوهري في الموضوع اتنين السماح لها بالتعبير عن مشاعرها المتألمة اللي حيحصل التالي الأمان ده ما حيتبني في يوم ولا اتنين بعد حادثة العنف حياخد وقت خلال هذا الوقت يوم اتنين شهر شهرين سنة حياخد وقت يختلف من شخص إلى آخر خلال هذا الوقت يحق للسيدة إبداء مشاعرها المتألمة مشاعر الخوف مشاعر عدم الأمان مشاعر الألم كل مرة تبدي هذه المشاعر على الزوج أو الشريك أنه يستمع إليها يعتذر ويسوي لها شيء اسمه فاليديشن يعني يقولها صح معاك حق تصرف زي كده يشعر بعدم الأمان تصرف زي كده يشعر بعدم جدية العلاقة تصرف زي كده يؤلم الطرف الآخر وأنا أعتذر عما قمت به سؤال عنصر الثاني هو الفاليديشن لمشاعرها المتألمة التأكيد على أحقيتها في هذه المشاعر المتألمة تلاتة تغيير نمط العلاقة بين الاثنين يعني أسلوب الحوار أسلوب الكلام أسلوب الحدة في العلاقة لابد أن يتغير نمط تداول المشاكل في الأسرة قد يحتاجوا في هذه المرحلة إلى تدخل مختص عشان يساعدهم في الموضوع ده وأخيرا لابد أربعة من تعلم مهارات الحوار كيف ممكن نتحاور من غير ما يصل الموضوع إلى أن حدة المشكلة تزيد ومن غير ما يصل الموضوع إلى حالة من العنف الجسدي بأي طرف من الأطراف أربعة نقاط هذولا مهمة لا لا أستاذ خالد هل هناك فترة زمنية محددة على الأقل لأن يعيد فيها الطرفان العلاقة من جديد كسب الثقة والاحترام والأمان أم أنها مفتوحة لأنه يعني في الطرف الآخر راح يقول أنه والله أنا قمت بعمل ندمت عليه ولكن ما لا داعي كل شوي ذكريني بما مضى الأمور ما راح تمشي إلى الأمان الحقيقة عادل هو يختلف من شخص إلى آخر بالتأكيد نحو القضايا تختلف ولكن النقطة المهمة اللي أنت ذكرتها وأنا أشكرك عليها الحقيقة كانت فايت عليها والآن نبهتني اليوم في حال انحل الموضوع بين الطرفين حلينا الموضوع انتهينا من الأزمة دي عدينا حياتنا مطلوب من الشريكة اللي يعني صدر نحوها العنف عدم استخدام الماضي في الحياة المستقبلية إنه هذا حيعيدنا إلى سكوير نمبر وين أو إلى المربع رقم واحد وقد يؤدي إلى خلل آخر في العلاقة الزوجية أنه يبدأ الزوج هنا يشعر بعدم الأمان طيب ما عليش بس أنتو الاثنين الرجال وأنا أعرف أن الرجال ما يحبوا هذه النقطة والذي ذكريني باللي سويته لكن هو يغلط غلطة زي كذا المفروض أن هي تتناسى طيب صعبة تسامح كمان على طب إذا ما راح ترجع لعلاقة فيما بينهم طيب يعني بس كمان لا مهى أنا أتفق معاك لابد أن يصطلح الاثنين بس أنا أقول إذا اصطلحنا وانتهت القضية انتهت خلاص نسيناها تجاوزناها وهي عاد الأمان إليها ما نرجع نفتح قضايا الماضية وليس لإني ذكر ولكن لأن العلاقة الزوجية المستقبلية أهم من الماضي وإلا أن المرأة لها الحق الكامل في طالما لم تشفى داخليا لها الحق كاملا أنه ترجع تفتح الموضوع مرة ثانية وثالثة وعاشرة ومليون بس هو المقصود أستاذ خالد يعني أنه حتى تمضي إلى الأمام يجب أن يعني تنسى الماضي على الأقل وتشفى من جراحة لا أن تنبش فيه مستقبلا هي ما حتنسى عادل طب وبعدين ما حتنسى تنتظر من الشريك لا هي تنتظر من الشريك أن يزيل الألم من الذكرى الذكريات ما المفروض تروح بالعكس الحادثة لابد أن تظل في ذهن الأثنين عشان ما نوصل للغلط دا مرة ثانية ولكن المطلوب من الشركاء الأثنين أنه كيف يتعاونوا مع بعض عشان يزيلوا ألم الذكرى يزيلوا ألم المشاعر المتألمة من الحادثة لا ننسى مفروض نفتكلم لا كلامك عين العقل كلامك عين العقل أستاذ خالد جاسينك المرة الجاية راح نشوف العنف ضد الرجل يعطيك العنف ضد الرجل في حالات يعطيك العنف يا أستاذ خالد سندي استشاري أوسري شكرا لوجودك معنا شكرا شكرا